أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك في ضوء رغبة عدد كبير من الشركات الصينية في الاستثمار في السوق المصرية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصينعية الصينية تيدا مصر حيث أشار مدبولي إلى أن الشركات الصينية تتسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تمنحها مصر وكذا استغلال حجم السوق الكبير المتاح لتصدير إلى الدول والتكتلات التي ترتبط باتفاقات للتجارة الحرة مع مصر وفي ختم الاجتماع وجه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات التي وردت من الشركات الصينية واحتياجاتها المختلفة من مواد خام وطاقة حتى يتسنى المضي قدما في تعزيز الشركة مع الجانب الصينية ترجمة نانسي قنقر